مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير الأهل في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف كالعادة يوم الخميس تبقى حلقة دسمة جدا كالعادة النهاردة إن شاء الله عندنا ملفات كتيرة جدا هنتكلم أكيد عن الكرة العالمية هنتكلم على الدوريات الأوروبية كمان هنتكلم بشكل تفصيلي وبشكل يعني كبير جدا عن مباراة السوبر الأوروبية طبعا السوبر اللي انطلق وفاس بي ريال مدريد كان طبعا أمام الفريق الألماني في فرانكفورت ويكانت نتيجة 2-0 والنادي الملكي بيوديف كأس جديدة إلى دولاب بوتولاتو كمان النهاردة في المحترف هنتكلم على الجولة الثانية من البريمير الليج هتنطلق إن شاء الله بكرة هنشوف كمان الدوري الألماني وتدعياته وطبعا الفوز الصاحق للبايرن هل سيتابع بروسيا دورتموند اللحاق بالبايرن ده كمان اللي هنشوفه النهاردة كمان مع حضراتكم النهاردة يمكن بكرة حينطلق الدوري الإيطالي حضراتكم عارفين الأسبوع اللي فات انطلق الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي وطبعا الدوري الألماني ولكن بكرة حينطلق الدوري الإيطالي السيريال لكل الناس بتوقع أنه هيكون دوري قوي جدا على مستوى المنافسة على مستوى المباريات على مستوى أداء اللاعبين انتدابات كثيرة جدا على مستوى الأندية الكبيرة زي الميلا اليوفينتوس وطبعا روما بقيادة مورينيو كمان حينطلق الدوري الأسباني عودة جديدة للصراع الكبير في الكرة الأسبانية ما بين الريال وبرسا هنشوفه كمان أتليتيكو مادريد في الصورة يعني زي ما أقول حضراتكم النهاردة حلقة دا سمى جدا إن شاء الله نستمتع مع حضراتكم بيها خلينا يعني حبدأ معاكم بالسوبر مباراة السوبر طبعا كانت مباراة كبيرة ومباراة ما بين طبعا النادي الملكي ريال مادريد ونادي فرانكفورت حضراتكم عارفين طبعا نادي فرانكفورت من الأندية منتصف الجدوة دايما في الدوري الألماني في البوندزليجا حقق طبعا الدوري حقق طبعا كاس أوروبا للأندية لكن النادي الملكي بيضيف كمان رقم جديد لدلاب بطولاته النادي الملكي طبعا بقيادة العظيم كريم بن زيمة اللي كل الناس كل الناس بتتكلم أنه هيكون صاحب المدالية أو صاحب الجائزة الزهبية أو أحسن لعب في الموسم الماضي كريم بن زيمة بيثبت أنه لعيب من طراز فريد جدا وعايز أقول لحضراتكم وضح الفرق يمكن فريق فرانكفورت بدأ المباراة بعدم خوف كان بيعني عنده فرستتين للتهديف لكن بعد ربع ساعة خلاص الأمور كانت في صالح ريال مادريد اللي طبعا كارلوس أنشلوتي المدير الفني كان سعيد جدا ويعني كمان مدرب على مستوى كبير جدا يمكن المدرب الوحيد في العالم اللي حصل على الدوريات في الطوب فايف ليكز على مستوى أوروبا كمان بنتكلم على فريق يعني فيه عناصر كتيرة جدا عندها الخبرة وده اللي ظهر من خلال مباراة مبارح وزي ما بقول لحضراتكم كمان فيه لقب جديد لقب جديد لريال مادريد طبعا للأندية الأكثر تفويجا بالبطولات القرية ريال مادريد بـ 28 لقب يليها النادي الأهلي وليها حديث عن النادي الأهلي ما زال النادي الأهلي يعني يغرد منفردا بالنسبة لطبعا البطولات القرية على مستوى أفريقيا بـ 24 لقب بوكا جوليور 22 إيسي ميلا 18 لقب وإندي بيستي ده إندي بيندي ده طبعا 20 لقب برشلونة وليبر بول 20 برشلونة و14 لليبر بول طبعا صورة لها معاني كثيرة جدا صورة بتبين النادي الأهلي نادي عالمي لما يتحط النادي الأهلي في المركز الثاني لأكثر الأندية حصولا على الألقاب القرية يبقى احنا بنتكلم على النادي عالمي بيسبق برشلونة وبيسبق فرق كبيرة جدا جدا على مستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر